خلق فرص الترابط العلمي والتكنولوجي بين الشاد ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل تطوير وبلورة قطاع التعليم العلي تم توقيح هذه الاتفاقية بين جامعة جمينة واللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال العلوم والتكنولوجيا بهدف دعم وتطوير تكنولوجية البلاد في كلمته بهذه المناسبة أوضها المنسق العام لللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي محمد إقبال أن أهمية هذه الاتفاقية التي تدعم قطاع التكنولوجيا والعلوم مؤكدا بأن قطاع التكنولوجيا يعتبر من القطاعات المهمة مؤكدا وقوف اللجنة مع البلاد من أجل التنمية وتطوير قطاع التعليم العلي كما قدم وفد اللجنة شرحا مفصلا أن العنشطة العلمية التي نفذتها اللجنة ببعض دول العالم فضلا أن إنشاء كليات في مجال التكنولوجيا الحديثة رئيس جامعة جمينة محمد صالح دوسة رحب بالوفد وأشاد بهذه البادرة وكذا التعاون المشترك بين البلدين هذا وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على اتفاقية التعاون حيث وقع من جانب المنظمة الإسلامية منسقها محمد إقبال ومن جامعة جمينة رئيسها محمد صالح دوسة حقار فضلا أن تبادل الحدايا بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر